بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم سنبدأ هذا الدرس أو هذه الدورة العلمية متعلقة بالنحو العربي في في كتاب في كتاب وهو من أشهر الكتب العربية وهو كتابه النحو الواضح وهو كتابه النحو الواضح في قوائد العربية لآل الجارم ومصطفى أمين ونسى الله مبارك فيه ويرحم فيه ويرحمه أو ويرحم مات منهم الثالث بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنبدأ بتقسيم ببابي تقسيم الفعل إلى الصحيح الآخر ومن تلع الآخر يالا أقرأ يا دكتور الأمثلة ألقى الصياد شبكته دع المريض الطبيب يلقى المسيء جزاءه سرو الرجل تسف السماء يبنو أصل الشتاء خشي محمد ربه أصل الشتاء أبغي رضا الوائدين كتابه قاية يبني البناء مسجدا يبني البناء مسجدا لا 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 أنا اشتريت والآن أنا لديه خطير عند الأولاد أظلم المكان أظلم المكان بدون مكان ما هي مكان هذه الليلة أظلم المكان اتقد المسباح يستحم الغلمان طيب يقول ألقى الصياد شبكته ولم دانو فينكوفي دانو على جلوفي من جلوفي باكو دع المريض الطبيب كوران تو كوران تو دكتور كماندي يبانا نادى المريض المريض الطبيب ناداه يلقى المسيق جزاؤه بمانا يلقي جزاؤه يلقى المسيق مسيق ولا مو مو قرن ولا مو جو جزاؤه أبالا جو ستلا يلقى المسيق مو قرن جزاؤه ولا جو ستلا ندن دن صر والرجل ولا مشارف نعم صر والرجل م جو نغ أو حال ايها ي lengى الأخير ليس تحصيرون أتى أننا سرء سرء الرجل يقولون أن الله الرجل ولا يتحدي أننا سرء لكن السرء issue لهم سرعف أحساس فهم المسرت أحساس يوجه مفترض عيب أحساسي أنت لمدة سنة من الثانية من المثال إنتبه استرامع من حقال الثانية السنة يالا يدنو فصل الشيطاء والمو فنكو بسوتيالا سنيانو بسوتيالا خشية محمد ربه محمد سلا دامارينا أبو غير رب الوالديني مدولو لا فلولا ديناو نينيلا ماذا هناك؟ أبو غير يبني البناء ومسجد يبني البناء ولم لورلاب لوروك المسجد المسير والا أظل ما نفانو لنكراد ديبتا اتقد المسباحو لنبو ملتا يستحمو العلمانو لنباكولا إذن فايدة دراسة النحو وهو أبو هيا أن تعرف الأعراب وهي معرفة الأعراب ما كذا وتقول ألقى في الماضي مبني على السكون مبني على فتحة مقدرة على آخر من من ظهورها التعذو هنا ينبغي أن نعرف أن الفعل في الصحيح الآخر في المتلى الآخر أترك هذا يا ولد أن الأقسام اللغة العربية إما أن يكون صحيح الآخر أو المتلى الآخر صحيح الآخر معناه في آخره حرف صحيح ما وقع في آخره حرف الصحيح هذا الذي يسمونه صحيح الآخر والمتلى الآخر ما وقع فيه حرف من حرف العل الواو والياء والألف ويجمعها قولك واي 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 إذا كانت بالولو إذا كانت بالانجليزية واي واي أي لكن أتمنى هذه هي إذا وقعت في آخر الفعل هذه الحروف إذا وقعت في آخر الفعل فهذا الفعل معتل للآخر وإذا لم نجر واو ولا ياء ولا ألفا نعرف لأنه جميع حروف الهجاء صحيحة إلا الألف والوا والياء نعرف لأنه إذا تمييز تمييز الصحيح من غير الصحيح تمييز الصحيح من غير الصحيح ما هو تمييز الصحيح من غير الصحيح من هذا تمييز الصحيح أو من غير الصحيح نعرفه بهذه العلمات الثلاثة الألف واليام وما بقيا فهو صحي إذا هذا صحي كم يقولون أنه لماذا لبندلاء الساحة أنه لماذا لبندلاء الساحة ولي براء بكم حرف السبع ني لو تفغ لبندلاته يبعفل لك هذا صحيح الأخر أو معتل الأخر بما يتطبط ولم ألفت نيووهو آدي يع نيووهو فاأوه لبندلاء الساحة أراب كنتو كوووكيكيه لبندلاء الساحة اسموه لما يُفغ لون بما يُفغ لون بما يأتو وأثناء سحيح الأخر غمنا هم إذا كنت قمت هذا مقصر هذا مقصر نعطه اسموه نعطه فاأوه نعطه ألف ميكا فاأو الأخر يوجم فاأوهو في عودته يأتو اللفت يأتو فهو صحيح الأخر ولا من بلا بتيات يو نمبولة يتندكي لجان مثال فلو من دي القص يادو شبكته القا alif نمفتح بي ييانراجي ناكيوالك أفا يانر يامنما ياسف وم alif نمفتح بانياتو نمفتح بانياتو وم يالت كم نيكو القا يبقى يلقي وآخره يلقي يلقي الكسرة القاف بالكسرة وألقى ألقى بالفتحة لا يكتبون بالفتحة مثلا مثلا لماذا هم لا يكتبون لا يكتبون بالألف يكتبون الياح حتى يقولوا لك إن أصل الألف يا هل أن ألقى يعني كذبوا كأن في آخره ياح لا هو ألف لماذا لأن قبله الفتح ولكن لماذا كتبتم على سورة الياح قالوا كتبنا على سورة الياح لتعلم أنا أن الأصل لأن الألف لا تكون أصلا أصلا ألف هو بكاك أصل ألف يا تجد داود هاتي بتفنك الألف لا تكون أصلا إما تكون منقلبة عن الأصل وهناك بعض الألفات القليلة في اللغة العربية مجيب أولة الأصل لأن إما أصلها و أو أصلها يا إن كان أصلها يا إن كان أصلها يا كتبنا على سورة الياح بدون نقطتين إن كان أصلها وقد قتمنا بالألف بالذلك تجد دعا بالألف ألف الطويل لأنه دعا يدعو ورمى بألف على سورة الياح لأنه من رمى يرمي لأنه وهنا ألقى يلقي لأنه في آخره شوف دعا بالألف ويلقى على سورة الياح هو ألف لكن لا سورة الياح أنا أريد أن تعرفوا هذه تفرق بين هذا وذاح فهمنا إذن نقول هنا ألقى في الماضي مبنيه الألف الألف إذا كان في آخر كل شيء قل منع من ظهورها التعذر سواء كان في الماضي أو في المبارك منع من ظهورها تقوله مثلا ألقى في المبارك في الماضي ألقى في الماضي مبني على الألف مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا التعذر لماذا نقول منع من ظهورها التعذر التعذر مانه لا يمكن أن يظهر مثلا الشيء الذي لا يمكن يسمى التعذر مثلا أنت تقول تعدر ذهابي بسبب المطر تعدر ذهابي إلى بنجو لماذا لم يمكن ذهابي إلى بنجو وهذا بسبب ماذا هذا هو إذن تقول ألقى في الماضي مبني في الماضي مبني على فتحة مقدرة على آخر فتحة مقدرة مقدرة بما لنهل نقدر نقدرها الفتحة غير موجودة لكن نهل نقدر أن الفتحة موجودة ألامة ألامة فوق الألف لماذا ما ظهرت الفتحة على الألف قلت لي منع من ظهور هذه الحركة التعذر لأن الألف لا تقبل حركة لأن الألف إذا تحركت تحولت إلى اليا الألف تحولت إلى حمزة الألف إذا أردنا لو أردنا ألقى نقول ألقع لا يمكن فتنخرم الكلمة أو تتحول الكلمة إلى صيغة أو تتحول أردنا ترجمة نانسي قنقر 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 لا ما هو الصعب سعادة الصحب هذا الصحب سنجل الشغل طيب طيب مثلا هكذا كان مفرورهم يكتبوا هكذا ها فهمنا لا يكون الألفون يكون حمزة ألفون هو قضية حمزة كما ترونها هو حمزة هكذا راس عين راس عين عند الخليل هو راس عين عند الخليل فالألف الألف التي تأتي هنا هي تتبر كرسي ليس هو حرف ليس بحرف هذه لا تقبل الحركة هذا الذي نحن نقول هكذا هذه ألف كرسي أرحب وهذا والذي اتحد ما نعه كرسي تحته وذلك تجد إذا كانت الحركة مثلا إذا كانت مثلا واو أحيانا تكتب على الواو تكتب على الواو تكتب على الواو مثلا وقد رؤوس وقد رؤوس وأحيانا تكتب على الواو يا هذه النبرة تكتب تقول ما ذهب رئيس شخ رئيس إذا تعرف لأن هذه ليس حرفة هي تتبر كرسي كرسي للحمزة راس عين طمع رأيت فهمنا هذا فهمنا هذا إذا نادي إلى إذا الألف لا تكن أصلا الألف لا تكن أصلا ولا تقبل حركة وذلك نقول مثلا أرقى ليش كتبوا باليا على صورة اليا لتعرف على أن هذا الأصل هو ألف لكن أصل هذه الألف هي حرف فإذا كان أصلها واو نكتبها كذا لأنها هي إما أن تكون منقلبة عن اليا أو منقلبة وذلك تقول مثلا يلقي أرقى يلقي شوف يقولون إن الفعل المبارك يعيد الأشياء إلى أصولها فعل المبارك كتبوا بالفعل المرون كتبوا باللسلوت إذا ألف لاللسلوت ما لنجا أرقى لأنها هي المباركة لأنها أصولها نفس الشيء أصولها لأنها أصولها ما لنجا لما قلنا مرفوع بالضمة المقدرة على اليا أو نقول مرفوع بالضمة المقدرة على الوا منع منظورها الثقل منع منظورها منع منظورها منع منظورها يقولون في الماضي مبني على الفتيحة قولة واحدة فنفه يتسال تعالى نين دميرو يتسال تعالى يختل يقولون الفعل الماضاري دائما مبني على الفتيحة كان السلام الفعل الماضاري مبني على الفتيحة كان الضحش ذعبت في الماضي مبني على الفتيحة تعالى الألمات التعنيف مسؤالة التعنيف على المكان أمام بأسيلا ذعب محمد وفعل الماضاري ذعبت بنت ثم تأتي وتأتي الأمام التعنيف وتعبوا تعنيف الساكنة ثم تقول بنت فعله مغفوط هذا الذي سنعرف كيف ننطلق الآن ننظر إلى آخر هل في آخر و كما في حالة نسبة الفئر الماضي إلى المفرد كما في نسبة إلى المسانة وإلى الجامعة الحالة قد تختلف أما هذا في حالة الإسناد إلى المفرد المذكر نقول في الماضي ما من هذا الفتح قولا واحدا نمو سؤالة فنمو مفرد نفس الشيء في الماضي ما من هذا الفتح التعالي ما تتأمين قولا واحدا إذا كان في آخر في الماضي ألف نقول منا من ذهوري التعب إذا جئنا إلى الفئر المضارئ من يخشى نقوله نقوله منا من ذهوري ماذا التعب ماذا أيضا انتهي الى الناس انتهي الى الحفظ ايضا diveっていう مقابل انتهي الهاتف انتهي الهاتف انتهي الهاتف انتهي الهاتف لأن نقول هنا حتى نضبط القواعد القافر الماضي على فتحة مقدرة على الألف من ظهورها التعذر الصياد فاعل ولم بارلا فاعل مرفون بالضمة فاعل بارلا مرفون بالضمة ولم ينته سيرتنين لبالبان بلاد شبكة مفؤول به مفؤول به ولم بارو بيتامن مفؤول به بارو بيتامن مانسوم بالفتحة ولم سيرتنين ولم بالبان بلاد ولم ينته وهم مضاف سعي بافلا وهم مضاف وهم دمير متصل وهم وهم دمير متصل وهم دميرو دميالون وهم جوكيرين وهم جوكيرين قابل الكبار وهم جوكيرين ماذا جدا ل ahorل وهم جوكيرين وهم جوكيرين وهم جوكيرين مفولن به مصوق الفتحA ächen و هو مضاح تو نین الضميرو نين توبند ضميرو ناتلين توبند تو نبكك كاكم ملافل ما قو ينقوم بكرو لحظere شبكة مفولن به مصوق الفتحA و هو مضاح و هو الضمير المتصل مبنئ على الضم في مهل جر مضاح ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر فإذاً منع من ظهورها الثقل؟ نقول لتصفو السماء لا العرب ممتنعوا ان ذلك لثقل الضم على الواء وإذا كانت تقول منع من ظهورها الثقل؟ إذا نقول مارفون بضمة مقدرة فالذا ماذا؟ الألواء مانع من ظهورها الثقل والسماء فاعل والسماء فاعل مارفون لا استنع في الضم الظاهرة يلا تابع تابع يدنو فصل الشتاء يدنو فيه المضاربة فوق بالضمة المقدرة على الواوي لأنه دائما آخر لأن النو ليس هو آخر الفعل الوا هو آخر الفعل لأنه دائما مثلا هنا لما يقول لك شبكتها حا الها بعض الناس يظنون أن ها 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 هي آخر ها 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 لا هلف يالآخر بذلك لما أقول لك هذا ها ها البالي يقول ذا اسم وإشارة مبني على الفتح هذا خطأ ذا اسم وإشارة مبني على السكون إذا نفس الشيء لما نقول تصفو وتدنو أو يدنو يكون في المضاربة رفعنا وتنفعه الضمة المقدرة على الواوي والفصل فاعل فصل ضمى مقدرة على الواي من من ظهورها التقل فاعل ومحفو ولم تنفعه الضمى الظاهرة وهو مضعف السماء مضعف إليه أو الشتاء مضعف إليه مجرون إيه بالكسرة نعرف لأنه هو دائما اسمه نكرة الاسم الأول يكون نكرة والاسم الثاني والاسم الثاني هذا في الغالب يعني اسم الأول نكرة والثاني لذلك يقولون مثلا في نحو العربي أظن في قائل اللغة العربية للمملكة العربية السعودية في السنة السادسة يقولون إذا أضيف اسمه نكرة إلى إحدى المعارف اكتسبت منه التعريف إذا أضيف اسم نكرة إلى إحدى المعارف اكتسب منه التعريف أو اكتسب منها التعريف الإسم الأول مثلا فصله هنا نكرة لما أضفنا إلى الشتاء أصبح معرفة إذا نقول فصل مضعف والشتاء مضعفية ولكن إذا أضيف نكرة إلى نكرة لا يفيد التعريف إنما يفيد التخصيص يقول كتاب طالب كتاب طالب مع ذلك تقول كتاب مضعف وطالب مضعف كتاب فصل كتاب طالب كتاب مدرسة حصير مسجد أما لنقول حصير المسجد لما قلت المسجد هذا معرفة وحصير أيضا أصبح معرفة إذا نفصل هنا معرفة والشتاء أصبح معرفة ثاني خشية خشية شوف في الماضي مبنيه ألا فتحة ألا فتحة لا نقول ألا فتحة دم مقدرة أهيانا تقول مبني ألا فتحي وبعضهم يقولون أن المبني ألا فتحة ما في مشكلة لو قلت ألا فتح يكون فتح مقدر ألا فتح مقدر أو تقول ألا فتحة مقدرة هنا ألا فتح ظاهرة أو تقول ألا فتحة ظاهرة في آخره خشية في الماضي مبني ألا فتحة ظاهرة في آخره ومحمد فائل مرفوع بالضمة وربع مفؤول من منصوب الفتحة وهو مضعف وهذا من المتصل ممنع على الضم في مهل الجر مضعف إليه أبغي أبغي في الماضي أبغي في المضارك في المضارك مرفوع بالضمة مقدرة على الياء على الياء من منظورها الثقل من من ظهورها الثقل سوف لما قال خشية الفتحة ظهرت لماذا قال لأن الفتحة خفيفة الفتحة تظهر على الواي وتظهر على الياء ولذلك تجري لن يقضي لن يدعو مهمنا نقول يدعو لكن لو دخلت لن أو أن أن يدعو أن هارف نصب أن هارف نصب ويدعو في المضارك منصوب بأن ولما نصب الفتحة الظاهر ليل قالوا لخفة الفتحة لذلك خشية شوف خرجت خرجت الفتحة على الياء لما قلت أبو غي الضمة ما ظهرت على الياء لماذا قالوا الثقل لذلك تقول هنا من من ظهورها ماذا الثقل أبو غي في المضارك مرفوغ ركز يا ولد ركز انظر انظر اخترم أبو غي في المضارك في المضارك مرفوع بالضمة المقدرة على الياء من من ظهورها ماذا الثقل وفاعله الضمير مستطل وجوبا تقديله أنا إذا هذه أيضا قائد عامة كيف عارف هنا الفاعل مجوبا الفاعل مجوبا قالوا في سبع حالات لكن أنا أقول لكم ثلاث حالات أساسية أو أربع حالات أساسية الذي يكون تقديله أنا هذا في فيلم مبارك يكون تقديله أنا وفيلم مبارك يكون تقديله نعم لفعات من ظهورها ضمير مستطل وجوبا تقديله أنا أغسل ولا أبغي فيلم مبارك مرفوع بالضمة مقدرة على الياء من من ظهورها الثقل وفاعله ضمير مستطل وجوبا وجوبا معناه لا يمكن خروجه لا يمكن خروجه فاعل فاعل ضمير مستطل وجوبا معناه لا يمكن خروجه حتى لو خرج في الكلام تعرف أن هذا ليس هو الفاعل إنما هو شيء آخر مستطل إذا 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 أقول فاعل ضمير مستطل وجوبا تقدير أنا ماذا ماذا هو رضا مفؤول به منصوب هنا أيضا بالفتحة من مقدرة على الألف من من ظهورها التعذر ونحوضهم عن التنوين في الاسم المفرد الواردين مضاعف إليه مجروم بلي ونحوضهم عن التنوين في الاسم المفرد أول مرة تنسى بغم مشكلة إن شاء الله العامر ماش إذن إذن دمير مستطر وجوبا نحن نغسل نحن نغسل الملابس مثلا النسوة يقولنا نحن نغسل الملابس نحن هذا مبتدأ نحن مبتدأ نغسل في المبارئ مغفوظة ضمة مقدرة يبقى إنسان ملابس ما مغفوظة ضمة وعطة يكان جاء العسل بالن حقا نحن نحن نتفتح يستفادك. ثم ينتهي مو يلعتهي. يعتليه تاعة. خلاص ما يمتب محتاج إليه إسلام. من من بسيري بالاتد؟ من اللب الثانب. إذن ما نحن فيه. كما نفرق الفائد نحن نغزل. نحن هذا متدى نغزله في المبارك. مرفوض بالضمة الظاهرة. وفاعله ذا من المستطر وجوباً تقدروا لهم. نحن نكتب. أنا أكتب. ولا يكون أكتب فقط بلون أنا. إذا أكتب فيه المبارك. مرفوض بالضمة الظاهرة. وفاعله ذا من المستطر وجوباً تقدروا لهم. فهمنا. إذا هدان حالتان. الحالة الثالثة لما يكون الفائد أنت. حيثاً في حالتين. أو في شيء عدد. في الفعل المضاري فاعله تقديره أنت. ليس أنت ده. لأنه يختلف. مصولك الرجل. أما الرجل الواحد. الرجل الواحد. فاعله الظاهرة من المستطر وجوباً. كما هي وجوباً هي فائدة. وجوباً هؤلاء من المستطر وجوباً. 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 فاعله الظاهرة من المستطر وجوباً. ماناهو. من المستطر وجوباً. من المستطر وجوباً. هذا يكون في فائدة في الفعل المضاري. تقوم. أقول له أنت أنت تقوم. أنت لما مبتداتي. نسيق الواجوباً. نسيق الواجوباً. حيث أنت ما مبتداتي. تقديره يقول سمعكو أنت ولم أنت طيب عندما نعجيكو عندما نعجي مدرقم كم في الأمر وفرمبولين في الأمر مبني على السكون وفعله أين الفاعل الفاعل ضمن المسطة لوجه من تقديره أنت طيب أنت موجود طيب عندما نعضى أنت ترى نعم ساعد هل نقول هل أنت طيب الآن أنا أسأل نقول أنت الدمير المستقر هو الذي جاء هنا هو الذي خرج أنا أرى أنه تخزي راسها الفاعل أين الفاعل الفاعل أنت هذا الفاعل أو أنت تخزي راسها لا 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 دمير المستقر عندما نقول أنت دمير المستقر سألت أنت تخزي راسها أنت تخزي راسها أنت تخزي راسها أنت تخزي راسها ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر